بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك واستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر من قلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقادرك علي يا سيدي فيما يقول مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلا نيتي وبيدك ألا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سختك إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي كأني من نفسي واقفت بين يديك وقد ظلها حسن وتوكلي عليك فقلت ما أنت أهله وتغمتني بعفوك إلهي إن حفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قدنا أجلي ولم يدني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذن دينيك وسيلتي إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها فلها الويل إن لم تغفر لها إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تقطع برك عنه في مماتي إلهي كيف آيسو من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي إلهي تولى من أمري ما أنت أهله وعد علي من فضلك على مذنب قد غمره جهله إلهي قد سترت علي ذلوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إلهي قد أحسنت إلي إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد إلهي جودك بسط أمدي وعفوك أفضل من عملي إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك إلهي عتذاري إليك عتذار من لم يستغني عن قبول عذره فقبل عذري يا أكرم ونعتذر إليه المسيئون إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيم طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي إلهي لو ردت هواني لم تهدني ولو ردت فضيحتي لم تعافني إلهي ما ظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى إلهي إن خذتني بجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتني بذنوبي أخذتك مخبرتك وإن أدخلتنا الناير أعلمت أهلها أني أحبك إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي إلهي كيف أنقلب من عندك من خيبتي محرومة وقد كان حصن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحومة إلهي وقد أفنيت عمري في شرة السحوة عنك وبليت شبابي في سكرة التباعد منك إلهي فلم استيقظي وقتلاري بك وركوني إلى سبيل سختك إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك وتوسن بكرمك إليك إلهي أنا عبدنا تنصل إليك مما كنت واجهك به من قلة استحياء من نظرك وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك إلهي لم يكن لي حول فانتقل به عن معصيتك إلا في وقت ليقدتني لمحبتك وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتتهير قلبي من وساق الغفلة عنك إلهي انظر إلي نظر من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتك فأطاعك يا قريبا لا يبعد عن المغترب ويا جوادا لا يبخل عن مرجى ثواب إلهي هب لي قلبا يذني منك شوق ولسانا يرفع إليك صدق ونظرا يقربه منك حق إلهي إن من تعرف بك غير مجهول ومن لاذ بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملوك إلهي إن من انتهج بك المستنير وإن من اعتصم بك المستجيل وقد لذتوبك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك ولا تحجبني عن رأفتك إلهي يقمني في أهل ولايتك مقام الرجل الزيادة من محبتك إلهي يولهمني ولهن بذكرك إلى ذكرك وهمتي في روح نجاح أسمائك ومحلي قنسك إلهي بك عليك إلا لحقتني من محل أهل طاعتك والمثوى الصالحة من مرضاتك فإني لا أقدر لنفسي دفعها ولا أملك لها نفعها إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملكك المنيب فلا تجعلني من صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بذياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظم وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك وناجئته سراه وعمل لك جهرا إلهي لمسلت على حسن ذني قنوة الأياس ولنقطع رجائي من جميل كرمك إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك فاصفح عني بحسن تمكني عليك إلهي إن حتتني الظلوب من مكارم لطفك فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك إلهي إن نامتني الغفلة عن الاستعداد لقائك فقد نبهتني المعرفة من كرم آلائك إلهي إن دعاني للنار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب وأسألك أن تصلي على محمد وآني محمد وأن تجعلني مما يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك إلهي والحقني منور حزك الأبهاج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا ظنجلوني ونكرم وصلى الله على محمد الرسولي وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر